اصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول الركن عبدالفتاح البرهان قرارا اليوم اعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود من منصبه وعين بدينا له مولانا عبدالله احمد عبدالله نائبا عاما مكلفا مولانا عبدالله احمد عبدالله من موليد مدينة الجبالين بولاية النيل الابيض في الاول من يناير عام 1962 حاصل على لصنص الحقوق من جامعة القاهرة فلع الخرطوم في الاول من يناير عام 1992 كان رئيسا للنيابة العامة بولاية السنار قبل ان يتم نقله مؤخرا في يونيو من العام 2019 رئيسا للنيابة العامة لقطاع الخرطوم ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فضل الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق يذكر ان النائب العام المكلف الوليد سيد احمد بحمود حدد بتقديم استقالته حالة دخلي في عمله